جميل أنا بالنسبة لي اللي تبغى تعيش حياة سعيدة مع زوجة أولا تؤمن أن الحياة غير كاملة السلام الثاني أنه تغلق أذنيها وعينيها الأذن أنه لا تسمع الأحد يقترح عليه لأنه حياته تختلف وعيونه أنه تغلقه لا تقعد يتقارن حياته بحياته الآخرين الثالث أنه يا شيخ اسأل مجرد ولا تسأل طبيب أنا عن نفسي ما تغيرت حياتي بعد توفيق الله وزانت لي ست سنوات متزوجة إلا يوم الله وفقاً وصرت دائماً يا شيخ أني أدعي أن الله يصخرنا لبعضنا يعني بعض النساء تقول الله لا يجعلهم أكبر همنا الله الرسول السلام علي قال الدنيا كلها الله لا يجعل أكبر همنا لكن عند الزوج أقول الله يصخرنا لبعضنا لأن بعض الأحيان يا شيخ وأنت أعرفت هذا المواضيع الزوجية أنه يجي فترة الرجل يلتفت إلى المرأة وفترة المرأة خلاص ننتهي الموضوع عندها لكن إذا قالت الله يصخرنا لبعضنا إذا التفت له أفرهي ما زالت تحتاج له أو أنه مبسوط بوجوده وكذلك الرجل يكون مبسوط أنه رجع وأنا بالنسبة لي ليش بعض النساء يا شيخ يغير حياتنا بموضوع الحب وما الحب أنه بعضنا تصدق أنه الحب أول بس سنة والحياة الثانية لا لا توجد تنعدم أنه موجود أنه الحب لا والله العظيم يا شيخ أن بعض الناس ما تزين حياتهم إلا بعد ست سنوات بعد سبع سنوات من مجرب يعني يا شيخ فأنا رسالتي لنفسي ولكل إمرأة تتمنى أن تناجحها أنه تخاف الله بالنسانه لا تقعد مع البل مجالس وتسد الرجل أو الزوج أو تقول يا غبية تثير زيادة أو أنه تقول يا شيخ ها أنت كيف تسمحين له ما يوديت ما يسافر بت ما يقول تكلم ذين يا أخي أنا حياتي وأنا أبخص بها لا حد يتحكم بحياتي وطبعا ما قلنا الناس اسكتوا لكن أنا أقدر أتحكم بمشاعري وبثمعي أني مو أي أحد أسمع له وزي ما قلت يا شيخ الدعاء الاستغفار والله العظيم يا شيخ أتمنى يا رب كل أمرأة تسمعا أنها تطبق هذا الشيء دائم تدعي أن الله يصخرهم البعض حتى وهي عجود الله يصخرهم البعض أنه تسخر يا شيخ أنت قدرت إن شاء الله تدخل الجنة وقدرت تتعامل مع الطرف الثاني بكل حب لكن لكن تكرهه ماش تحس بكل صعوبة تتعامل معه الدعاء يغير يا شيخ يغير 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 فباختصار أنه المرأة تدعي ربه ليل ونهار ترى الحياة السعيدة مو بس أول سنة لا دائما أنت تدعين فأنت سعيدة انقطعتي أنا الدعاء الشيطان يبيجي فيخليت تسمعين الكلام غيرك ويخليت تتقارنين حياتة بالآخرين هم من يصير فيه حسد وعدم رضا وفخط على الله فالله يهدينا وجزاك الله خير يا شيخ والله يجعل الموازن حسنا ترجمة نانسي قنقر